ايدينا الكرام علق نظام الأسد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باستخدام النظام أسلحة كيموية في إطار حملته على محافظة إدلب ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزير خارجية النظام وليد المعلم قوله إن الاتهامات الأمريكية زائفة مضيفا عندما نحقق تقدما سياسيا للشعب السوري يفاجئنا الأمريكيون دائما بمثل هذه التصريحات طالب وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا الأمم المتحدة بتسريع عملية إطلاق اللجنة الدستورية وفي بيان مشترك حث وزراء كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حثوا الأمم المتحدة على دعوة اللجنة الدستورية للإنعقاد والبدء بمناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في إدلب أعلن فريق مناسق استجابة سوريا توثيق عودة أكثر من خمسة آلاف مدني إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي خلال الساعات الماضية وذلك خلال سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وقوة النظام وتوقع الفريق في تقرير له ازدياد أعداد النازحين العائدين خلال الفترة المقبلة مطالبا الفعاليات المدنية والإنسانية البدء بعمليات الاستجابة الإنسانية للعائدين إلى المنطقة بالتزامن مع الاستجابة للنازحين في مناطق نزوحهم قال وزير الخارجية التركي مولود شاوي شوغلو إن بلاده غير راضية عن النقطة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة وأضف أوغلو في تصريح صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن أنقرة ستجد حلا بنفسها في حال استمرت واشنطن بالمماطلة مشيرا إلى أن هدف بلاده من إنشاء المنطقة الآمنة هو إخراج قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة مع وجود تعهدات من قبل الولايات المتحدة بهذا الصدد شيداريف محافظة اللاذقية جريمة وصفها موالو النظام بالمروعة راحت ضحيتها فتاة عشرينية مجهولة الهوية وأفاد تلفزيون الخبر الموالي بأن أهالي قرية القنجرة عاثروا على جثة فتاة غير واضحة المعالم تعرضت للحرق والرمي بجانب حاوية قمامة فيما أشارت صفحة القنجرة في فيسبوك إلى أن الفتاة تبلغ من العمر عشرين عاما بدأ موقع فيسبوك باختبار ميزة جديدة لإخفاء عدد الإعجابات التي تظهر على المنشورات التي يضعها المستخدمون على منصته وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فيسبوك بدأ باختبار الميزة الجديدة في أستراليا والتي ستمكن صاحب المنشور فقط من رؤية عدد الإعجابات التي حصل عليها منشورة والأشخاص الذين أعجبوا بالمنشور بينما لن يتمكن الآخرون أو أصدقاء المستخدم على فيسبوك من رؤية تلك الإعجابات وأصحابها نهاية الموجز إلى اللقاء